قلت لا لم يتم الانتهى منه بالشكل التنظيمي الداخلي يعني اللائحة هي المنظمة اللي عمل المجلس إذا لم تكن هناك لائحة للمجلس هناك هذا البرنامج سيتعرض إلى عدد من السونيرات كما ذكرت السونيريو أول بأن يتم تخصيص لجنة خاصة تدرس كافة البرنامج الحكومي خلال التلاتين يوم برضو أو يتم تشكيل لجان نوعية بعد وصول اللائحة من مجلس الدولة وعرض هذا البرنامج عليها أما السونيريو الثالث فهو يتم عمل لجنة خاصة ثم على الانتهاء من عملية انتخاب اللجان النوعية يتم بإرسال التقرير الخاص باللجنة الخاصة إلى اللجان النوعية لدراسته وعرضه على المجلس لكن كل الاحتمالات دي بتؤدي في النهاية لحاجة من اثنين يقبول تلاتين يوم لابد نقوله أو رفضه ولا يجوز التعديل بالإضافة أو الحسن قبول أو رفض البرنامج عمل الحكومة ماذا يعني؟ هل إذا تم رفضه معناها عدم المؤفقة على الحكومة أو سحب ثقة على الحكومة؟ تمام أحب أذكر المادة 146 لأنها هي اللي بتوضح أكثر هي للحاكمة للمسألة سبب عرض البرنامج هي هذه المادة أن رئيس الجمهورية يكلف رئيس وزراء يقوم بعرض برنامج الانتخابي على المجلس النواب ويقوم المجلس النواب بدراسته خلال تلاتين يوم فإذا لم تحصل هذه الحكومة أو البرنامج على ثقة أغلبية النواب يعني خمسين زائد واحد من عدد الحضور بيتم وتم رفض هذا البرنامج يتم ترشيح رئيس وزراء يكلفه رئيس الجمهورية ولكن هذا الترشيح يكون من الحزب أو الاتلاف اللي هو أكثرية داخل المجلس وطبعا دولات الاتلافات يعني حتى الآن لم تحدد حتى دعم مصر الموجود حاليا هو ليس بشكله القانون والرسمي لأنه لا توجد لائحة هي المنظمة لعمل لكن النقطة الأهم دلوقتي عدم الموافقة على برنامج الحكومة يعني صحب الثقة من الحكومة صحب الثقة من الحكومة ويكلف رئيس الجمهورية رئيس حكومة جديدة دي مسألة محسومة مفاشة احتمالات مفاشة احتمالات طبعا رئيس الجمهورية عندما يقوم به تكليف رئيس وزراء جديد بناء على ترشيح من الاتلافة والحزب اللاهو الأكثرية داخل المجلس يقوم أيضا هذا الرئيس الوزراء بعرض برنامجه خلال 30 يوم على المجلس والمجلس يوافق أو لا يوافق في حالة رفضه يحل المجلس النواب نفسه لكن تفتكر هي خطوة ذكية من المهند الشريف اسماعي الفكرة 27 لقاء اللي هو عملهم دول انه انفرض بالنواب قبل ان يذهب اليهم هو طبعا كثير من زملائنا الصحفيين اللي حدثوا على هذه الفكرة بان هناك كسب الودة او تعاطف من مجلس النواب للحكومة من خلال هذه اللقاءات لكن يعني جميع اللقاءات انتهت بان هناك بادرة مباشرة بان يكون هناك ثقة في هذه الحكومة خاصة انها بالفعل تحاول استهداف خطة اصلاح مجتمعي سواء في على الاصعادة السياسية والاجتماعية والاقتصادية نعاني من نزيف لقيمة الجنيه امام الدولار نعاني ايضا من مشاكل استثمارية كثيرة كل هذه الامور عندما يعني طرحها رئيس الوزراء قدام النواب وكان هناك ايضا لقاءات مع رؤساء السحف المتخصصة والرؤساء التحرير يعني عرض عليهم هذه الرؤى والملامح الرئيسية للبرنامج والحكومة وكانت هناك يعني في خطوات مباشرة بان يكون هناك اصلاح بالفعل يعني من خلال هذه الحكومة الجديدة ومن ثم يعني تجديد الثقة فيها وتنفيذ المحاور التي سيتم البيان مفروض يكون على الهوى هيتم بسه لا هو يعني هو هيتم بالفعل مدة 60 دقيقة يتلو فيها رئيس الوزراء البيان بعد ذلك يعني لن يزع لكن سيتم عمل منتاج له وإزاعته مرة أخرى هيتزع مسجد فالقادة السياسية تحدثت عن تنمية لمصر لعام 2030 هل حكومة شريف إسماعيل معنية بأن تقدم رؤاها تجاه هذه المسألة أم أنه 2030 حاجة لسه بدر عليه لا طبعا هو المحاور الحكومة لها جانب قصير المدى ومتوسط المدى وطويل المدى يعني هناك طبعا بالفعل على المشروعات القصيرة أو المتوسط المدى سيتم بالفعل يعني تحدث عنها بالإضافة إلى خطة 30 2030 دي هيتم برضو أيضا طرح أهم المحاور خاصة بها بتنفيذ بتوقعك وبخبرتك في شؤون مجلس النواب وفي شؤون البرلمان إيه اللي هتبرزه الحكومة كأولويات هتتحدث عنها هل الأمن؟ هل الاقتصاد وحالة المواطن؟ وبالتالي هتعرض أرقام وخطط يحس بها المواطن أو يقتنع بها ممثلي المواطنين ولا تعليم ولا الصحة إيه اللي هيكون في صدرة البرنامج؟ هو طبعا يعني من توقعي الخاصة أنه الاقتصاد أهم لأن كل الأمور سواء يعني الأمنية أو الظروف الأمنية التي نمر بها أو المحاور الخاصة بمحدود الدخل مثلا كل هذه الأمور متعلقة بالاقتصاد إلا يكون هناك اقتصاد قوي قائم على بنية تحتية وبنية استثمارية جيدة لن يكون هناك محدود دخل تطوير لمحدود الدخل لن يكون هناك اهتمام بالعشوائيات لن يكون هناك اهتمام بالصحة أو التعليم كل هذه الأمور ترجع في نهاية الأمر إلى الاقتصاد لذلك أعتقد أن الحكومة ستبرز المشروعات الاقتصادية سواء التي تمت أو ستتم مثل قناة السويس ومحور تنمية قناة السويس بالفعل المنطقة الصناعية مثلا في شرق البورسعيد بيتم عمل تقسيس قطع عراضي كثيرة لبعض المستثمرين وتوفير لهم المناخ الاستثماري جيد كل هذه الأمور ستكون أعتقد هي لها الأولوية في بيانة الحكومة وفي برنامجها أمام أعضاء مجلس النواب أستاذ برهيم بمجرد بيانة الحكومة ونوانا للقبول أعتقد أنه كده أصبحت الكرة في ملعب مجلس النواب من ناحية رقابة الحكومة بشكل أوبار صحيح إلى أي مدى ترى مجلس النواب بوضعه الحالي بغض النظر عن فكرة إقرار لأحد داخلية من عدمه لأنها ربما تكون مسألة وقت لكن المجلس تقييمك لي بشكل كامل هل هو مؤهل بشكل جيد أنه يؤدي دور الرقابة الحقيقية على الحكومة أم أنه لحد هذه اللحظة ما فيش مؤشرات تؤشر في هذا السياق بشكل جيد يعني هو أعضاء مجلس النواب هنا يستشعرون بأنه لا يوجد آليات من الحكومة تقدم لهم حتى يقوموا باستخدام الدور الرقابة عليهم في عملية سواء في خدمة المواطنين أو في الدور التشريعي بتقديم القوانين التي تصلح وتخدم الحالة الموجودة في هذا الوقت النواب يستشعرون بأن جميع مطالب أهالي الدوائر التي انتخبتهم لم تنفس حتى الآن هناك غضب من بعض الوزراء كما قلت في بداية الحوار بأن هناك بعض النواب تقدموا لبعض الوزراء بمطالب ولم تنفس حتى الآن بسبب يعني عدم وجود آلية إلى جانب التفصيلات دي لكن هناك نقض أيضا وجه المجلس النواب أنه الحالة الميزاجية أو الحالة الفكرية المهيمين عليه ربما هو مشغول بأمور أخرى بيستشهدوا في هذا السياق الأداء المنوت بيستشهدوا في هذا السياق فكرة أن هم يعني منشغلين حتى بفكرة إنشاء نادي اجتماعي ليهم أكثر من فكرة التركيز على بعض الأمور المرتبطة بالشارع وفعلا فيه جانب يعني بالنسبة لأداء المجلس النواب نفسه حتى الآن لم نشاهده بيه كما يعني تمنينا كمواطنين في عملية انتخاب على فكرة مسألة دي ملهاش صلة بقى بفكرة إقرار اللايحة من عدم من عدم وبالفعل يعني شاهدنا على مدار الجلسات الماضية يعني الجلسة يوم الأحد هي الجلسة الأربعين أربعين جلسة حتى الآن لم نشاهد يعني المرجو من عضاء مجلس النواب سواء في تقديم أو اختراع مشروعات يعني مفترض هي تصدر في الوقت الحالي من أجل يعني تنفيذ حتى برنامج الحكومة يعني برنامج الحكومة لن ينفذ إلا من خلال الدور التشريعي اللي مفروض منوط بمجلس النواب حتى الآن لم نشاهد ذلك في أعضاء مجلس النواب هناك انشغال ببعض الحالات الخاصة شاهدنا بعض النواب يقومون بالاتجاه في جذب واستقطاب المجلس إلى مشاكل خارجية ليس يعني وقتها وفي غنى عنها أعضاء المجلس كل هذه الأمور طبعا رقيبها والرقيب عليها هو المواطن الذي انتخب هؤلاء النواب إذا لم يجدوا من النواب يعني ما يقدموه يعني طبعا قدامنا فترة دور الإنقاد الحالي هو مدة عام سينتهي قريبا نشعر أن هناك يعني قد بعد اللائحة وبالجانب البرنامج الذي سيعرض من الحكومة نجد من أعضاء مجلس النواب يعني دا أدية طب مرة تانية عدم بس الجلسات ده يؤثر على فكرة رقابة المواطن على المجلس هو طبعا رئيس ولا وجود صحفين زي حضرتك مشكورين يعني بنقوله حتى بيحصل بالكلمة هم قالوا هنرجع أصلا في موضوع عادة البس وبعض النواب الهيئات البرلمانية داخل المجلس من الأحزاب اجتمعوا مع رئيس المجلس والوكلاء وأكدوا أن عودة البس يعني قريبا مباشر قريبا ولكن يعني بعد عرض الحكومة للبرنامج ما إيه الحكمة من هو يوجل بعد بين الحكومة يعني برنامج الحكومة أعتقد أنه هو فيه الموزنة العامة وبعض الأمور الخاصة بالأمن القومي لا يجوز عرضها يعني فيه بس مباشر ولكن نتمنى أنه يكون كلام رئيس المجلس والوكلاء بحسب ما جلسوا يعني في الجلسة الأخيرة والصحفي مش يكونوا حاضرين الجلسة دي؟ كانوا حاضرين لا حضراتكم مش يكونوا حاضرين لا هنكون حاضرين طبعا طيب معه الله هيتقال هتنقلوه هنقلوه في وقتها لكنه كده كده هيتزع فيه سيد أنا أصدي أنه معلومة حساسة ما هي معلنة أمامكم يعني إيه الفارق بين أنه هتنقلوها على موقعكم مثلا في اليوم السابع ولا التلفزيون أخذها في بس مباشر لا هيبقى بس مباشر ليس بس مباشر ولكن هو تسجيل وبعد ذلك لكن إحنا عندما نقوم بنقل الأحداث سنقوم بنقل ما هو متاح يعني يعني فيه برضو مساق شرف صحفي يعني لن يجوز يعني مثلا نقل ميزانية آه بس دي هترجع بقى المهنية اللي بينقل ومعيار النقل يعني هتختلف طبعا حسب كل واحد يعني أنتم صحفيين وموجودين طبعا لكن سننقل يعني بحسب ما يمليه علينا ضميرنا دي مططية شوية دي يا أستاذ يا أستاذ أنا أستاذ جدا أستاذ الرحيم فكرة أداء المجلس أو إمتى بصراحة كده هياخد سرعيته هيعمل مهامه المنطب بيها سواء بقى في الرقابة سواء في التشريع مفروض اللايحة الداخلية بكرة هتخلص يعني بالتالي اللجانة النوعية هتكتمل التشكيلة النهائية دي مفروض إمتى نخرج بيها بتشريعات إحنا محتاجينها في عدد من المجلات كل ما نتحدث مع محللين سياسيين اقتصاديين خبراء في المال الكل ربما بيصب في شيء واحد بنحتاج إلى إعادة هيكلة للمنظومة التشريعية برأيك إمتى المجلس هيشتغل بنفس السرعة القصوى اللي محتاجها المجتمع هو طبعا تسبب مجلس النواب في عمل حالة من الإحباط بسبب سواء موضوع توفيعه كاشا وما حدث فيه جلساته وسحب الثقة منه وسقط عدواته تخذنا في المناحي كده وطرق جانبين ليس وقتها أو لا فائدة منها أصلا لكن أعتقد أنه بعد بيان الحكومة المجلس يكون أمام الشعب في وجه الشعب مباشرة لن يكون هناك يعني طبعا إحنا الدور الإعلامي بنقوم بنقل ما يتم داخل الجلسات وما يحدث داخله ده هيكون للرأي العام مواضح أكتر الرأي العام هو في الأول والآخر هو الرقيب على المجلس وليس أحد سواء المواطن الذي يختاره وبسبب دخل البرلمان لكن أعتقد أن بعد تشكيل اللجانة النوعية للمجلس سيكون هناك يعني حسم لهذه الأمور والعمل السريع والجاد بالفعل من خلال يعني إصدار تشريعات تخدم البيئة تخدم الاقتصاد تخدم الصحة التعليم كل المحاول الرئيسية لبرنامج الحكومة الذي سيعرض أمامك استعدنا بوجود حضرتك معنا وشاكرين لكل هذه المعلومات التي تفضلت بيها الأستاذ إبراهيم قاسم الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون البرلمانية باليوم السابع شكرا جزيلا بنشكر حضرتك يا فندم وبنشكركم أيضا على المتابعة اتها من القاهرة غدا في القامة الآخر اشتركوا في القناة